حيام نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها فيها نسوى وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا قيام 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 هل يجب أن تفعلي ذلك كل يوم يا جدتي؟ هذا يعتمد على التقس فإذا كان التقس سيئا فإن القطيع لا يخرج ونقوم فقط بتنظيف المراح إنه عمل شاق أنت تخرجين مع الأغنام وجدي ينظف حذيرتهم؟ عندما يصبح لديك حيوان أليف وتصبحين مسؤولة عنه ستشعرين بالسعادة وأنت تقومين برعايته وهل تشعر الحيوانات بهذه الرعاية؟ بالطبع يا صغيرة فهم أرواح تتألم مثلنا وتشعر بكل ما نشعر به كالسعادة والحزن والخوف والأمان عودي إلى القطيع هيا هيا عودي عودي نورا ليس هكذا يا صغيرة سوف تهرب يا جدتي راقي بما سوف أفعله تعال يا نعجتي الصغيرة يا إلهي كم هو شعور رائع يجب أن لا نقص على الحيوانات وأن نعاملها بالرحمة والرسل كانت الشمس حارقة في ذلك اليوم لاحظت أن بعض العمال أصابهم التعب نتيجة الحر الشديد لذلك طلبت منهم أن يأخذوا قصة من الراحة حتى تخف الشمس فسلامة فريقي مهمة جدا عندي هذا ما كنت أحدثك عنه بالصباح مثال آخر للرحمة ولكنها هنا رحمة الإنسان بأخيه الإنسان هذا أيضا مثال آخر اسمه رحمة نورا بأخيها الصغير موسيقى 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 موسيقى